اللي ما تفرجش على الدراما الكورية لحد الوقتي فايته كتير أصدقائي وصديقاتي عشاق الدراما الكورية أهلا بيكم في حلقة جديدة مخصصة ليكم ومخصصة كمان لكل حد نفسه يبدأ أو يتفرج على الدراما كورية بس في حاجة كده بتقوله إيه؟ إيه يا عم ده؟ لجة مختلفة، ناس جريبة، مش هنفهم هما بيقولوا إيه يبقى أنا مش هعرفوا ما بيعملوا إيه، يبقى أنا مش هفهم أي حاجة من اللي هيحصل لأ الدراما الكورية سينما أو تلفزيون بمعنى آخر أفلام أو مسلسلات حاجة مختلفة تماما وفعلا حرفيا فايتك كتير لو أنت رسا متفرجتش على أي حاجة لها علاقة بالدراما الكورية يلا بسرعة عشان ما ضايعش وقتوكو هنبدأ مع أول فيلم هنبدأ بالأفلام الأول وأول فيلم معانا وهو براسايد براسايد أنا أديله تسعة ونص من عشرة هذا الفيلم أنا ما عملت له أي مراجعة لكن الفيلم طبعا أنا اتفرجت عليه فيلم ممتع جدا شايف جدا بيتكلم عن أسرة فقيرة بتحاول أن هي تكون أسرة غنية عايزة تعيش في حالة من السعادة والرفاهية لكن هذا الموضوع بياخدهم إلى ما هو أسوأ بيوصلهم إلى نهاية مأساوية جدا طبعا الفيلم ده دي القصة العامة لكن في قصة أخرى بتناقش قضية الفقر أو المشاكل الاجتماعية اللي بتقابل مجموعة الأشخاص أو الناس اللي هم تحت خط الفقر وعايشين في كوريا الجنوبية الناس دول موجودين في هذا الفيلم طبعا الفيلم ده خد جواز طبعا زي ما احنا عارفين يعني اكتح جواز الأوسكار وطبعا كل الكلام ده معروف لكن الأهم من ده كله الفيلم ده هو قايم على فكرة الكوميديا السوداء يعني احنا بنتكلم عن أحداث مجتمعية طبيعة تكون كوميديا سوداء أنا أرشحه بقوة لكل أي حد متفرج على دراما كوريا وعايز بقى يدخل على الليفل أعلى لكن ما ينفعش حد لسه مبتدق في الدراما الكوريا ويبدأ بالفيلم ده هيتقفل تماما ومش هيكمل لأن الفيلم تقيل صعب محتاج تكون مدرك للثقافة الكورية نوعا ما أنا مش مدرك طبعا بنسبة 50% حتى لكن يعني أقدر أفهم أو إيه اللي حصل في الفيلم ده أو بيرمي علي نروح للفيلم التاني وإيه؟ The Call The Call أنا أديله 9.5 من 10 برضه هذا الفيلم اللي قايم على فكرة الغموض والروع بنوعا ما والخيال الإلمي الفيلم ده كان فتحة خير علي في القناة هنا أول فيلم أنا أتفرج عليه في الدراما الكوريا وأول فيلم بالنسبة لي عرفني وفتح لي عالم كبير جدا من الأعمال الكورية اللي أنا كنت شايفها خالص كنت مركز أكتر مع السينما الأمريكية وبعض الحاجات كده الخفيفة من السينمات الأخرى اللي هي علاقة بأوروبا لكن شرق أسيا ما كنتش تفرجتي خالص على أي حاجة لها علاقة بالنوعية دي فإذا كل كان أول فيلم بالنسبة لي أتفرج عليه في الدراما الكوريا فيلم رائع كل تفاصيله ممتعة جدا طبعا أثار كتير من الجدل والجدل لسه مستمر لحد دلوقتي في الكومنس من خلال المراجعة اللي أنا عملتها على هذا الفيلم اللي عايزي تفرج هيلقيه في البايو هنا هيطلع المراجعة بتاعة الفيلم الفيلم قصته البسيطة بيتكلم عن علاقة صداقة عادية جدا نشأت بطريقة غريبة ما بين فتاة في الماضي وفتاة في المستقبل اللي التين بتجمحهم علاقة صداقة مختلفة عمركم هتشوفوها في حياتكم علاقة صداقة بعد كده تطورت إلى علاقة صداقة خدمية كل واحد بيعمل حاجة وبيساعد التاني علشان ينقذوا من حاجة لكن الموضوع بيتطور وبيوصل في النهاية لنهاية مأساوية وهي نهاية مأساوية فعلا ونهاية صادمة لكل الناس وكل الناس قاعدوا يفسروا النهاية الغريبة ديت طب ايه اللي حصل طب ايه الموضوع طب يطر البنت بتحلم لا البنت مابتحلمش طب ايه اللي حصل طبعا لغبطة كبيرة جدا ولما تتفرجوا على الفيلم هتطلغبطوا اكتر ولما تشوفوا ايه المراجعة اللي انا عملتها ممكن نوعا ما الموضوع يبقى متبسط شوية لكن هتفهموا اكتر من خلال الكوميتس قاعدوا كده ايه خمس دقايق وقروا الكوميتس هتلاقيوا الناس كتير جدا متكلمين ومفسرين الموضوع من وجهة نظرهم اللي بنسبت اقدر اقول 90% صحيحة في بعض الحاجات كده ايه اللي ممكن تكون شطحت من بعض الناس لكن هذا الفيلم ممتع جدا شايف جدا ارشحه بقى لكل حد واي حد عايز يبدأ يتفرج على دراما كورية بس يكون عنده يعني باجراوند كده عن الخيال العلم شوية يكون هو بيحب النوعية دي من الافلام علشان يستمتع بهذا الفيلم طبعا ترتيب الافلام اللي انا بتكلم فيها دلوقتي مش بالاهمية او مش بالقوة خالص انا بقى اعمل كده ترتيب عشوائي تالت فيلم معانا وهو داويتش الفيلم ده اللي اثار جدل كبير جدا والحد دلوقتي انا بتسئل على الجزء التاني هينزل امتى الجزء التاني يا جماعة مفيش عنه اي تفاصيل خالص محدش تكلم هينزل امتى في الناس بتتكلم انه ممكن يكون السنة اللي جاية او السنة اللي بعدها لكن معلومة مؤكدة معلومة واضحة مفيش الفيلم قصته سريعا بتتكلم عن مجموعة من الاشخاص الشريريين هؤلاء الاشخاص كانوا بيجروا تجارب على الاطفال اطفال عندهم يعني بزرة قدرات مختلفة قدرات خاصة وقدرات خاصة مش زي بقى افنجرز او دي سي او ايا نكمل الحاجات دي كلها خالص لا قدرات خاصة شريرة سوداوية قدرات خاصة دارك مليئة بالسواد المهمة هذه الجماعة قررت ان هي تموت كل الناس دول وتقضي على المكان اللي هم عملو ده علشان شافوا ان الموضوع هيتطور معاهم لنهاية اخرى او هم اللي هيتضروا في الاخر فقرروا يقضوا على الناس دي كلها لكن بيانجو شخصين ولد وبنت البنت هي اقوى واحدة فيهم وهي البطلة بتاعتنا اللي هي الويتش بتاعتنا اللي هي السحيرة بتاعتنا القوة بتاعتها جبارة جدا رهيبة جدا مرعبة جدا علشان كده كل الناس اللي موجودين في هذا الفيلم بيجروا وراها وبيدوروا عليها ايه اللي هيحصل بعد كده اسيب لكم الموضوع في الفيلم طبعا الفيلم ده انا اديله تمانية ونص من عشرة وطبعا الفيلم من نوعية افلام الاكشن ويشوبه بعض الغمور وننتقل الى الفيلم اللي انا من وجهة نظري هو افضل فيلم تعمل عن الزومبز في كل حتة في العالم كله وهو ترينتو بوسان ون انا مش هتكلم عليه علشان مبينو مبينو كده عداء شخصي انا مبيحبش الجزء التاري من هذا الفيلم لانه ما كانش ينفع يتسمى ترينتو بوسانتو اصلا كان ممكن يتسمى اي حاجة تانية هو بس فكرة تكملة الاحداث اللي حصلت في الجزء الاول لكن من زاوية مختلفة المهم ان ترينتو بوسان هذا الفيلم من اهم الافلام اللي تعملت على الزومبز ويمكن اقواها واكثرها رعبا الفيلم بصراحة مرعب جدا مؤثر جدا انساني جدا والفيلم ده انا اديله عشرة من عشرة وطبعا اكيد هو من نواية الرعب وننتقل على الفيلم اللي جاي بعد كده وهو اللي انا اديله تمانية من عشرة وهو من نواية افلام الغموض الفيلم ده قصته باختصار بتتكلم عن جريمة قتل بنحاول نحلها لكن طريقة الحل مختلفة تماما ولو فكرت من هنا لمليون سنة قدام عمرك ما هتوصل للطريقة اللي هم فكروا بيها بس كده غموض بغموض بقى فاتفرجوا على الفيلم وطبعا كمان انا عمله مراجعة وبالمناسبة انا ممكن اقول اي تقييم دلوقتي ممكن يكون مختلف تماما عن التقييم اللي انا قلته ووقت المراجعة وده بيختلف سواء ان الفيلم ده لو كانت المراجعة بالنسبالي او التقييم اقل او اعلى فهنا بنتكلم لو اعلى يبقى انا مستمتع اكتر بالفيلم لو اقل يبقى انا حسيت ان انا اديت ريت اعلى اكتر من لزوم نروح لفيلم باندورة فيلم باندورة من افلام الكوارث انا اديله برضو تمانية من عشرة الفيلم ده بيتكلم بشكل بسيط جدا عن مفاعل نووي انفجر والسكان اللي عايشين في البلدة الصغيرة اللي جنب المفاعل بيحاولوا يهربوا من الاشعاع بتاع الانفجار ده قصة عضية جدا شفناها في افلام تانية كتير ويمكن شفناها في مفاعلة شرنوبل لكن الفيلم ده بيناقش الموضوع ده من ناحية انسانية الفيلم ده بيورينا ازاي الشخص ممكن يتحول من انسان ما عندوش اي رغبة انه يكون انسان مؤثر في الحياة الى انسان مؤثر وبقوة بل وهو البطل بل وهو الشخص اللي هينقذ كل الناس التحول في المشاعر والشخصيات بتاعة البناء ادمين في هذا الفيلم ممتع جدا مؤثر جدا انساني جدا وانصح كل الناس اتفرج على هذا الفيلم بالمناسبة الفيلم هو مش مش قوي اوي زي ما انتم متخيلين هو بسيط جدا لكن المعاني اللي هو بيطرحها في احداث الفيلم ومن خلال القصة اقوى بكتير الفيلم اللي جاي ويمكن ده اللي كان المفروض ابدأ بيه لكن مارضيتش ابدأ بيه علشان ما يكونش اللي هو ايه بتفازلك يعني او ببين ان انا فاهم هو انتاج الفين وثلاثة الفيلم ده برضو كان ليه تأثير كبير جدا في العالم لكن هذا الفيلم تحديدا هو اللي خلى الدراما الكورية او السينما الكورية على خريطة العالم هو اللي حطها على خريطة العالم الفيلم ده مش قدر اتكلم عنه مش قدر اقول تفاصيل لكن لازم تتفرجوا عليه اخر فيلم معانا في السلسلة ديت وهو سبيس سويبرز الفيلم ده لسه نازل جديد وهو من انتاج نتفلكس الفيلم ده انا قديله سبعة ونص من عشرة بالمناسبة The Old Boy انا طبعا ما قلتش للتقييم بتاعه هو هيخد عشرة من عشرة طبعا واش من جير اي كلام يعني المهم نرجع الفيلم ده اللي انا بقديله سبعة ونص من عشرة الفيلم ده مفيش فيه تفاصيل كتيرة هو ممكن تكون حالة من الاستمتاع بالدراما الكورية من زاوية مختلفة يعني تبقى انت قاعد كده مستمتع عايز تقعد كده تتفرج على حاجة ظريفة لذيذة مفيش فيها احداث او تشغيل موخ كتير يتفرج على الفيلم ده الفيلم ده ممتع جدا جميل جدا ظريف جدا وطبعا ده عشان نعمل فكرة التنوع احنا جبنا اكشن جبنا غموط جبنا رعب ده من افلام الفضاء دول كانوا تمن افلام حلوين جدا ممتعين جدا نخش بقى على التقيل على المسلسلات وهما مسلسلين بس وانا هقول يعني تاني لكل الناس اللي بيعشقوا الدراما الكورية والله يا جماعة انا مش هقدر اتفرج على مسلسل كوري عبارة عن 16 حلقة او 21 حلقة والحلقة سهعة ونص ده يعني محتاج نت العالم كله علشان نقعد نتفرج على المسلسلات دي او نتفرج عليه في التلفزيون بقى لو احنا نقدر نجيب قناة كورية ونتفرج على التلفزيون ومنزل فل لكن من خلال نت يعني موقع تكوش تماما علشان كده انا هتكلم عن مسلسلين المسلسلين دول هما من انتاج نتفلكس المسلسلين دول غيروا بالنسبة لي انا شكل الدراما الكورية وهم اللي دخلوني شوية او خلوني ادخل وغامر واتفرج هما اول واحد وهو مسلسل كانجدم افضل مسلسل بيتكلم عن الزنبز في العالم المسلسل ده انا اقديله عشرة من عشرة وهو دلوقتي لي جزئين موجودين على نتفلكس في حلقة خاصة عن هذا المسلسل هتنزل يوم 23 يوليو الشهر اللي جاي بمشيئة الله هذا الفيلم اللي هو يعتبر فيلم بقى يعني هي حلقة خاصة بس يعتبر فيلم من مدته ساعة ونص بيجي بعنوان أشين أو دا نورث وانا اعتقد ان أشين دايت أو أشين بقى واشين مش عارف النطق الصحيح ايه هذه الشخصية هي اللي ظهرت في نهاية الجزء التاني فانا اعتقد ان الحلقة دايت او الحلقة القصة دي او الفيلم بقى اللي مدته ساعة ونص دا هو مقدمة للجزء التالت من هذا المسلسل ونذهب الى المسلسل التاني المسلسل الذي اثار الكثير من الجدل المسلسل الذي حقق ما لم يحققه اي حد تاني في الدراما الكورية وفي المسلسلات الكورية وهو مسلسل سويت هوم انا عدت تقريبا قبل ما اتفرج عليه اسبوعين او ثلاثة وخيف اقرب له ويريد ما تفرج لان بجد المسلسل دا حقيقي هياخدك لليفل تاني خالص من الدراما الكورية ومناقشة الرعب ومناقشة الفيروسات اللي بتنتشر وعقلية البني ادم والنفس البشرية يعني حاجة كده سايكوباتية معقدة المسلسل دا انا ادينه دسعة ونص من عشرة طبعا المسلسل اكيدا عملتله مراجعة هتقدروا تشوفوه من هنا من بتاع لا يطلع هنا دا والمسلسل طبعا الكومنس لحد الوقت بتسألني عن حاجة يا جماعة والله لحد الوقت لسه ما فيش اي تفاصيل حتى عانيتوا لو اتفرجتوا او عملتوا سيرش كده بالانجليش على المسلسل دا هيقولو لكم ان النتفليكس لحد الوقت ما عانيتش اي تفاصيل او اي كلام مصرب كله اجتهادات فيه ناس بتقول انه هيبقى اخر عشرين اتنين وعشرين او بداية عشرين تلاتة وعشرين اعتصر جدا لو كنت طولتوا عليكم في الفيديو دي كانت الافلام والمسلسلات اللي عجبتني واللي حبيت اشاركها معاكم طبعا ما تنسوش تقولولي في الكومنت ايه افضل فيلم كوري من وجهة نظركم ولازم اتفرج عليه وانا ما قلتوش في القائمة بتاعتي وايه افضل مسلسل كوري تنسحوني وبقوة لازم اتفرج عليه ويعني حاول اوعيتكم بصراحة بس يلا قلولي وخلاص يا رب تكون لحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا شيرو لايك وسبسكرايب وتفعالوا الجرس علشان نجيلكم كل جديد في الفيلم تي في كان معاكم مصطفى مازن كماوة اشتركوا في القناة